من أشد أنواع البلاء هو عقوق الآباء للأبناء الذي ينتج عنه مع الوقت عقوق من الأبناء للآباء فدين تدين أيها الإنسان راعي ابنك راعي بنتك اسمع لهم أعرف حبين إيه محتاجين إيه مش كل حاجة هتبقى فلوس ما تفرقش في المعاملة ما بين أخو وأخوة وأخوة وأخته وأختها الإخوات لازم تحببهم في بعض لازم أتميزت منهم لازم ما تكبرهمش على أشياء مش عايزينها ما تجوزت بنتك حد مش عايزها ما تقهرش ابنك وتكبره على كلية مش عايزها ما تحاولش أن أنت تفرد نفسك وتحقق أحلامك اللي ضاعت منك في وقت من الأوقات في ابنك لمجرد أن هي أحلامك أنت أحلام ابنك فين عقوق الآباء للأبناء يرد مع الوقت من إن كان ابتلاقك جاي في أهل نرجسيين أول حاجة كبر مخك واستعز بالله من الشيطان الرجيم وحاول دايما تلاقي لنفسك مصادر تنفيذ هوايات بقى أصحاب خروجات حاول على قد ما تقدر يبقى عندك استقلال مادي ما تفضلش قاعد تحت سلطة أهل النرجسيين 24 ساعة في 24 ساعة أعصابك هتنهار ولكن استعز بالله دائما وأبدا وكبر دماغك والسلام ختام